منذ ظهور التطبيق الصيني تيك توك عام 2016 وهو عم بتطور السوشال ميديا بأفكار جديدة ومختلفة سعادته بإحداث ثورة بعالم المنصات الرقمية تيك توك أعلن عن ميزة جديدة رح يتم بمجابة إعلام صناع المحتوى عن ما يفضل شخص ما مقطع الفيديو الخاص فيهن على التطبيق ميزة يمكن تغير شكل المنافسة بين صناع المحتوى على تيك توك كيف منتبه اشتركوا في القناة معنا من باريس الصحفي المتخصص بالإعلام الرقمي محمد علي السويسي أستاذ محمد علي أهلا وسهلا فيك معنا بمؤثرون بداية شو الأسباب برأيك يلي دفع تيك توك لإطلاق هالميزة بالطبع بالنسبة لتيك توك عكس ما يظن البعض بالنسبة لهذه وسيلة التواصل الاجتماعي أو هذه التطبيقة هذه التطبيقة أطفأت منذ أسابيع شمعتها السادسة وفي غضون ست سنوات بلغت نضجا لم تبلغها المنصات الأخرى في ست سنوات الأولى بالنسبة لها عكس ما يظن البعض تيك توك ليس بالمنصة الغبية لكن يحاول أن يطور نفسه بسرعة مثل هذه الميزات التي أطلقها تيك توك مؤخرا هي ميزات موجودة على بقية المنصات لكن استعمالها بذكاء من تيك توك يؤكد أن هذه المنصة قادرة على أن تصنع تجديدا بالنسبة لمستعملات والأطلاق لهذه الميزة يخدم أكثر المستعملين في علاقته مع صانع المحتوى لذلك نجد هذا الإقبال وهذه الضجة حول هذه الميزة التي قام بإطلاقها تيك توك منذ أيام برأيك ما أهميتها على صناع المحتوى تحديدا يعني بغض النظر عن المستخدمين لأنه البعض يقول بأنه تيك توك تفضل أن تهتم بصناع المحتوى أكثر من المستخدمين ببعض الحالات بطبع أمر طبيعي جدا أن تهتم أكثر بصناع المحتوى أولا لأن صناع المحتوى هم المحرك الأساسي لهذه التطبيقة لا وجود لاستعمال للتطبيقة دون محتوى ولا وجود لمحتوى دون صناع محتوى لهم من الشهر ولهم من الإقبال من المستعملين الأشياء الكثير لذلك بالنسبة لهذا الاهتمام هو أولا اهتمام اقتصادي لأن هؤلاء الصانعي المحتوى عندما يصنعون المحتوى بكثافة سيكون هناك إعلانات أيضا بكثافة بالنسبة لإستعمال تيك توك وكذلك عندما نتحدث عن الاهتمام بصانع المحتوى فهذا محرك أساسي لما يسمى بالكوميونيتي بالنسبة لأي وسيلة التواصل الاجتماعي سواء كان تيك توك أو غيرها من المنافسين ألن تدفع هذه الخاصية البعض إلى عدم تفضيل المنشورات يعني عدم وضع اللايك للحفاظ على خصوصيتهم لا أظن أن تيك توك عندما فكر في هذه الخاصية فلم يفكر في الخطورة أظن أن العلاقة بين صانعي المحتوى وجمهورهم هي علاقة حاميمية هناك تفاعل وتيك توك يعتمد على هذا التفاعل لتطوير هذه الخاصية أظن أن استعمال هذه الخاصية سيكون استعمال مكثف في الأسبوع القادمة نظرا أنه سيزيد من الرابط بين المستعملين وصانعي المحتوى نحن لا نتحدث عن صانعي المحتوى بشكل مجرد نحن نتحدث على نجوم على مؤثرين لديهم آراء وهذه الآراء يتقبلها الملايين من مستعملي تيك توك على المستوى العالمي لذلك هذه الخاصية ستزيد من الحاميمية بل ستزيد في تقويت العلاقات والتفاعل بالطبع بين صانعي المحتوى وجمهورهم هل برأيك تطبيق تيك توك الذي أصبح صباق دائما بهذه الميزات التي يطلقها كل فترة هل تجبر التطبيقات الأخرى على مواكبته أم أنه صارت أيضا أكثر نوع من مسؤولية جديدة على تيك توك لا يحافظ على استثمراريته وبالتالي أيضا هناك ضغوط كبير عليهم عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي نتحدث عن منصات لكن أيضا نتحدث عن سوق وكل تطبيق أو كل منصة تريد أن تجلب العدد الأكبر من مستعمليات تيك توك لديه شخصيته التي بدأ بها وحافظ عليها والاستراتيجية تتغير بالنسبة لهذه الوسائل لكن هذه الاستراتيجيات أيضا تعتمد على استعمالات بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بسفعام ضيفتكم منذ قليل تحدثت عن يوتيوب وكيف أصبح هناك قواعد للاستعمال هذا أيضا ينطبق على تيك توك ومنافسه لذلك تيك توك لديه جمهوره لديه خاصيته لكن أيضا لديه ثقافة استعمال وهذه الثقافة ستتغير بمرور الزمن وتيك توك منذ أيام بدأ في الاهتمام بجمهور كبير السن فلذلك أظن أن المنافسة قوية الاستعمالات هناك استعمالات محددة لكن استراتيجية التشاركة هي التي ستحكم بالنسبة لهذه الاستعمالات هناك العديد من مثلا الستوريز التي بدأت مع سناب شات ونسخها انستغرام نسخها أيضا تويتر لكنها لم تنجح منذ سنوات لذلك كل وسيلة التواصل الاجتماعي لديها شخصيتها ولديها طريقة التعامل مع التكنولوجيات أنواع المحتوى والتعامل مع نوع معين من الجمهور وأظن أن تيك توك استطاع أن يحافظ على نوع معين من الجمهور رغم أنه في اتجاهي إلى الانفتاح أكبر على جماهير أخرى للربح المادي بالطبع سريعا قبل ما ينتهي وقتنا ألا تعتقد أن هذه الخاصية كمان سيمكن أن تصبح نوعا ما هدف أو من وراها رح يصير فيه تنافس بين صناعة المحتوى كما حصل عندما دخل التطبيق بالمنافسة الرقمية وطرح فكرة عدد اللايكات ألن تجعل المنافسة اليوم بين صناعة المحتوى تقع على عدد المتابعين وعدم اللايكات على عكس التطبيقات الأخرى التي تعتمد بس على عدد المتابعين أكثر بالطبع هذه طريقة التعامل مع صناعة المحتوى الاهتمام بصناعة المحتوى أيضا في دفع لهؤلاء للتنافس ومع التنافس هناك محتوى أكثر وهناك إرادة أكبر بالنسبة للشركة لذلك أظن أن هذا التواجه كما قلت منذ قليل هو التواجه ذكي من التطبيق يظن البعض أنها تبث محتوى غبي وأنها خطيرة لكنها بالفعل وراءها عمل جبار بالنسبة للتخطيط والاستشراف بالنسبة لتيك توك في تواجدها أو مقارنة مع منصة أخرى شكرا جزيلا لوجودك معنا من باريس الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي محمد علي أسويسي شكرا جزيلا لك